اشتركوا في القناة المتحدة الإنمائي هو شأنه الذي يلتصق التصاقا تاما مع باقة من الاختصاصات التي ارتبطت مع مسمى كجهة تعنى بحماية البيئة والإنسان الذي له ذلك الدور الحيوي في الإبقاء على نقاء هوائها وصفاء مائها ورخاء تكويناتها المتنوعة المجلس الأعلى للبيئة ومنذ نشأته في العام 2012 باعتباره بوابة رسمية مختصة عنيت وحدها بتحديد الاستراتيجية الوطنية للبيئة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة من أجل وقاية البيئة الطبيعية والبشرية لمملكة البحرين والعمل على استدامة عناصرها والمحافظة على مواردها وتنميتها للأجيال القادمة استراتيجية وضعت كفيها على كل الأدوات والأساليب التي من شأنها كفوا الأذى عن الأراضي الزراعية والبيئة البحرية والساحرية وعن مصادر الطاقة المتنوعة لتلامس في الوقت عيدة كيفيات العمل التي وضعت في مقام التنوع البيولوجي ناهيك عن تبنيها لمختلف السياسات والتشريعات المنظمة لحماية البيئة والمحافظة على مواردها فضلا عن ابتكار الطرق السليمة الرامية إلى نشر الثقافة البيئية وزيادة مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين والمقيمين وتعزيز قيم البيئة الخضراء والتنمية المستدامة وصولا إلى تجديع استخدام التقنية الصديقة للبيئة مجلس العلا البيئة عند مشروع قانون البيئة القادم ومشروع القانون البحري نتطلع أن نحن تم تعامل مع عديد أخرى من المواد البلاستيكية وهذه تطلعنا إن شاء الله للمرحلة القادمة استراتيجية وطنية لحماية البيئة تم إعداد وثيقتها بتعاون ثنائي كان قد جمع المجلس الأعلى للبيئة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يون دي بي بالاشتراك مع الجهات المختلفة في القطاعات ذات العلاقة بالبيئة ومراكز الأبحاث والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني ومجموعة من الخبراء الدوليين لتلفزيون البحرين محمد رشيدات